من جهاته قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال إنه لا خط حتى الآن لإجلاء مواطني دول التكتل من الدولة الإفريقية وفي تصريحات من تطيلة الإسبانية على هامشي اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي 27 شدد بوريل على أنه لا يمكن مقارنة الانقلاب العسكري في الجابون بالانقلاب في النيجر قائلا إن العسكريين في لبوريل تدخلوا بعد فوز الرئيس المخلوع علي بونغو في انتخابات شابتها مخالفة لا يمكن مقارنة الانقلاب العسكري في الجابون بالانقلاب النيجر العسكريون في لبوريل تدخلوا بعد فوز الرئيس علي بونغو في انتخابات شابتها مخالفات كثيرة ولكن في مقابل ذلك نقول إن الانقلابات العسكرية ليست الحل على الإطلاق